اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله جاء ذلك لدى استقبال سموه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجبر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنك رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين مهني أن سموه دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح هذه القمة العالمية التي حققت تقدما تاريخيا في دفع الدول للتحلول لتجنب تداعيات التأثير على تغير المناخ من جانب آخر أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة مسار العمل المناخي العالمي من خلال نجاحها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف المعني بتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين والذي عقد بمدينة دبي خلال ديسمبر الماضي وثمن سموه إدارة الجابر لأعمال مؤتمر الأطراف كوب ثمانية وعشرين والتزامه بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على تحقيق المشاركة الفعالة في الدفع بترسيخ مكانة الدولة عالميا في مختلف مجالات التنمية المستدامة كما بحث سموه سبل التعاون المشترك مع معالي الدكتور سلطان الجابر في مختلف مجالات الطاقة وتعزيز الشراكات بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر